موسيقى ضمن أهكام المادة 142 من الدستور والمادة 115 من اللائهة الداقلية للجمعية الوطنية جاء اعتماد مشروع قانون يقول رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية التي تخدي بإنشاء المنطقة القرية الإفريقية للتبادل الهر الموقع بتاريخ 21 مارس 2018 في كيغالي العاصمة الرواندية وخصوت نواب الجمعية الوطنية للمشروع بناء 142 والواهد بلا والواهد الآقر لم يصوت بعد الأسئلة الموجهة للوزراء الثلاثة وزيرة تجارة وصناعة والمناجم والهرفة اليدوية يوسف أبا صلى وأمينة الدولة بوزارة الخارجية والتكامل الإفريقي أشتصى لدمان والوزيرة الأمينة الأمة للهكومة المقلفة بالألاقات مع الجمعية الوطنية مريم مهم النور فقد رد الوزراء الثلاثة على الأسئلة الموجهة إليهم من قبل النواب مؤكدين بأن الاتفاقية التي تغدي بإنشاء المنطقة الخارة الإفريقية للتبادل الألهر وقع بتاريخ 21 مارس 2018 في كيغالي بالعاصمة الرواندية أثناء الدورة غير العادية لمؤتمر رؤساء الهكومات لدول الاتهاد الإفريقي من قبل 44 دولة من بينها تشاد وبما أن المصادقة على الاتفاقية تتطلب تهليلا أميقا من قبل النواب وتبقى الإشارة إلى أن تنمية إفريقيا تتطلب تكاملا اقتصاديا خويا يتمهور هول التآون الهقيقي والمدؤوم بتنقل الأشخاص وممتلكاتهم وتبادل السلا داقل القارة الإفريقية جوا وبرا وبهرا وفقا لخبراء الاتهاد الإفريقي اشتركوا في القناة